اشتركوا في القناة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسوي لكرة القدم وذلك بعد مسيرته الناجحة في آسيا وإسعى معالي لتكرار نجاحه ولكن هذه المرة في الاتحاد الدولي إعادة الفيفا للطريق الصحيح لن يكون أمرا سهلا ومريح بل يحتاج للعمل والاجتهاد بعيدا عن مناطق الهدوء والحياد ففي مثل هذه المواقف نأخذ العبرة من التجارب السابقة لأصحاب الخبرة فمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة تمكن من أن يقود الاتحاد الآسيوي إلى الهدوء بعد أن تحدى أصحاب النفوذ وجعل آسيا متحدة وهو شعار رفع في فترة الانتخابات ورأى النور في فترة الإنجازات فمعاليه ترجم أقواله لأفعال وهو أمر لا يقبل الجدال واليوم يسعى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة لإعادة تعريف وإعادة هيكلة وإعادة تنشيط لكرة القدم الدولية هذه الكلمات كانت لبرنامج معاليه عنوان وكما يقال فالتجربة خير برهان وتجربته في آسيا كانت واضحة للعيان ولأن ليس للطموح حدود عندما يكون العمل والجهد موجود لذلك فالجميع يثق بقدرة مرشح الوطن في إصلاح كرة القدم العالمية وإعادتها لمكانتها كمنظومة موثوقة ومهنية ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات يبرز اسمه ابن البحرين معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة القوية والطموحة فالضامعا دعم القيادة الرشيدة له وتأييد الحقل الرياضية المحلية والخليجية والعربي والدولي وإتلح الشيخ سلمان بن إبراهيم بحضور متميزة على ساحة كرة القدم العالمية استنادا إلى سنوات عديدة من العمل في مختلف المؤسسات الكروية والخبرات المتراكمة والقيادة الواثقة والتي بدأت منذ العام 1996 نبقى في ذات السياق حيث تقيم اللجنة الأولمبية البحرينية برنامجا خاص لدعم تشيح معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك من خلال دعوة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية وموظفها وأعضاء مجالس الاتحادة الرياضية ولعب المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية والإدارية بالاتحادة الرياضية وممثلية الإعلام الرياضية المحلية ومراسلية القنوات الخليجية يوم غد الجمعة وذلك في فندق داونتاون روتانا بالعاصمة المنامة من الساعة العاشرة صباحا حتى انتهاء الانتخابات احتضنت ملاعب التنس في نادي الضباط يوم أمس المباراة النهائية لبطولة معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين حيث جمعت المباراة بين فريق الأخوين هشام عبد المجيد مال الله ويعقوب مال الله أمام فريق خليفة رجدان وعبد الله محمد وذلك وسط حضور العقيد الركن بحرية نعمان راشد الحسن نائب رئيس اللجنة المنظمة العلية البطولة وعدد من كبار الضباط اذ تمكن الفريق المكون من خليفة رجدان وعبد الله محمد من تحقيق لقب النسخة الثالثة بعدما أنهو المواجهة لصالحهم بمجموعتين دون مقابل انتهت بوقع ستة ثلاثة وستة أشواط مقابل أربعة تشرفنا بمشاركة لبطولة معاي القائد العام لقوة الدفاع البحرين طبعاً هاي البطولة الثالثة والبطولة صراحة المستوى كان مستوى ممتاز ممتاز وحضرتان كل المباريات طريباً خاصة اليوم البطولة نهائية في الحقيقة هذه البطولة النسخة الثالثة لبطولة سيدي معاي القائد العام وحنا يعني جداً فرحانين في هالأيام المباركة إن شاء الله بنسبة عيد قوة الدفاع البحرين الثمانية واربعين والحمد لله رب العالمين إن نسخة عن نسخة قاعد تطور هذه البطولة العزيزة علينا باسمها وأنا تشرفت في خدمة هذه البطولة من خلال لجنة التنسيق والمتابعة وعلى قد ما نسوينا تحس أننا قصرين لأننا ودنا ونطمع حق الأكبر استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر المنتخبة البحرينية للدراجات الهوائية بحضورها الشيخ حيات عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحرين للكرة الطاولة وضع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية والشيخ خالد بن حمد بن أحمد الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وذلك بعد حصول المنتخب البحريني على حزمة من الميداليات الملونة في مشاركة الأخيرة ببطولة مجلس التعاون للطرق السابعة عشر للكبار والشباب والتي أقيمت في رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة